حققت الفنانة غادة عادل نجاحه شهرة كبيرة من بداية الألفنات لغاية دلوقتي وكان جوازها من المخرج مجدي الهواري جواز مرورها للسينما والفن بشكل عام طيب ازاي تعرفوا على بعض وتجوزوا وازاي تسببت الجوازة دي في نجوميتها وليه انفصلوا في النهاية ومين أولادها الخمسة وإيه سلت أرابطها بالفنانة شمس البرودي كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده اتولدت غادة عادل يوم 25 ديسمبر سنة 1974 في بني غازي في ليبيا وده لأن والدها كان بيشتغل هناك وعاشت غادة في ليبيا فترة طفولتها وشبابها وتخرجت من معهد محاسبات في ليبيا أما والدت غادة عادل فهي أخت الفنانة المعتزلة شمس البرودي لكن والدت غادة رحلت وهي عندها سنتين وعاشت كل حياتها مع زوجة والدها واللي كانت حنينة عليها جدا وكأنها والدتها الحقيقية حبت غادة الفن من صغرها وكانت بتشترك في حفلات المدرسة وبتغني فيها وده اللي خليها تحلم إنها تبقى مطربة وجات غادة مصر أول مرة وهي عندها 18 سنة وشافها المخرج طلعت يحنة وعرض عليها تعمل إعلانات ووفقت وفعلا عملت أكتر من إعلان وخلال الفترة دي اتعرفت على المخرج مجدي الهواري وكان وقتها صاحب مكتب إعلانات وفي أول لقاء بينهم بدأ مجدي غازلها ويقول لها عينيك حلوة وبدأ يطلب يقابلها كتير فوقتها قررت غادة إنها تبعد عنه وقالت له أنا خلاص مش عايزة أعمل الإعلان فقال لها أنا عايزة أتعرف على أهلك لكن أهلها كانوا معترضين في البداية علشان ما كانوش عايزينها تتجوز من الوسط الفني لكنهم وفقوا في النهاية وتجوز مجدي وغادة سنة 1997 وده كان بعد سنة من أول لقاء بينهم وقال مجدي إنه حبها من أول نظرة وحس إنها قدروا وكان لمجدي دور كبير في دخول غادة مجال التمثيل وكان بيرشحها في كل الأعمال المشارك فيها كمنتج أو مخرج ومنها فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وعبود على الحدود لكن فجأة حست غادة إنها مش عايزة تمثل وعايزة تتفرغ لبيتها وقررت تعتزل ولبست الحجاب وده كان سنة 2002 لكن بعد فترة قصيرة تراجعت عن قرارها وخلعت الحجاب ورجعت للفن مرة تانية وقالت إنها أخدت قرار الاعتزال والحجاب لإن قرار شغلها في الفن ما كانش قرارها وإن زوجها مجدي الهواري هو اللي خلاها تمثل وهي ما كانتش عايزة لكن لما بعدت عن الفن حست إنها فعلا بتحب التمثيل وإن المرة دي هترجع له بقرارها هي مش بقرار من زوجها وأول فيلم عملته بعد رجوعها للتمثيل كان فيلم الباشا تلميز مع الفنان كريم عبد العزيز وخلفت غادة من مجد الهواري خمس أولاد هما محمد ومريم وعبد الله وحمزة وعز الدين وشارك محمد مع والده مجد الهواري في مسلسل مزاج الخير وكمان دخل عبد الله مجال التمثيل وعمل فيلم من تأليفه وإخراجه وتمثيله اسمه العفريت وظهرت معاي غادة في الفيلم قضيفة شرف وأبهر عبد الله الجمهور بتجربته في خسارة وزنه بشكل كبير وظهر عز الدين وتوأمه حمزة مع غادة في إعلان في رمضان سنة 2017 وبعد كذا سنة ظهرت صور ليهم بعد ما بقوا شباب أما مريم فظهرت في مناسبات مختلفة مع والدها والدتها وكشفت صورها إنها ورست جمالها من والدتها غادة عادل وبعد عشرين سنة من جوازهم انفصلت غادة عادل عن زوجها مجدي الهواري وده كان سنة 2007 وكشفت غادة أسباب الانفصال في لقاء جماعها بمجدي وقالت إنها ما كانتش مرتاحة في حياتها الزوجية بسبب سيطرته عليها بشكل كبير وتعاملوا معاها وكأنها بنته مش مراته وإن ده ما كانش مخليها عارفة تتعامل حتى مع أولادها بالإضافة إنه كان متدخل جدا في اختيار الأعمال الفنية اللي بتشارك فيها ومنعها تعمل أفلام كتير مهمة زي فيلم شرط وفن اللوكاب ووصفت إحساسها في فترة جوازهم بإنها كانت مجبوطة ورد مجدي على كلام غادة وقال لها إن عذره الوحيد هو إنه كان بيحبها وخايف عليها خاصة إنها كانت جاية من ليبيا ومش فهمة طبيعة الحياة في مصر وقال مجدي إنه ما تجوزش بعد انفصلهم لإنه عنده شروط في الجواز التاني أولها إنها تكون متقبلة إنه لسه بيحب غادة أما غادة فقالت إنها صعبة تتجوز تاني لإن أولادها مش موافقين على الموضوع ده خاصة إنهم كلهم كبروا وبقوا في مرحلة الشباب قلنا في التعليقات مين أنجح سنائيات في الوسط الفني ترجمة نانسي قنقر